لكن الخبر اللي هيكون معنا أول حاجة ده خبر لا يصر أي بني آدم إنسان أو أي حد بيفهم يعني إيه معنى الإنسانية في حد ذاتها يعني للأسف الشديد لسه ما زالت العنصرية موجودة وبشكل كبير جدا مش هنقول عندنا في الداخل للأسف إن هي موجودة في العالم كله يمكن عندنا في الداخل بقت أقل من العالم كله مقارنة لو أنت جيت قارنت هنا بالخارج لسه في عنصرية عند جماهير مفروض أن هي لديها من الخبرات والثقافة والعداد والتقدم اللي هو يمنعها أن هي تفكر بهذا الشكل لكن إحنا شفناه للأسف الشديد كان شيء مش مفهوم وعليه علامات استفهام وللأسف بيدر شكلهم هم طبعا في المباراة اللي جمعت بين ريال مدريديا كريم وفالانسيا وبنتكلمنا تحديدا على النجم البرازيلي فينيسيوس اللي اتعرض له هتفات عنصرية من الجماهير بشكل كان مبالغ فيه يعني ممكن حد يطلع واحد عنصري في مباراة ما من الجماهير والناس اللي حواليه بتحاولوا أن هي تسكته أو يتم اتخاذ إجراءات معاه يعني صارمة وبيتردوه أوقات لكن اللي حصل أن كان فيه جموع من الجماهير بتقول أو بتناشد أو بتنادي يعني بعبارات عنصرية شديدة يعني فيه كان وصف كمان الوصف ووصل أن هما نسألت له أو شبهته بالقرد وكانوا بيغنوله يعني حاجة صعبة جدا طبعا فينيسيوس من البشرة السوداء من ذات البشرة أو من دول البشرة السوداء لكن ده ما لقوش علاقة وهو تاني هنرجع نقول هو محدش بيختار شكله ولا شكله ولا جنسه ولا نوعه ولا عيلة ولا أي حاجة محدش بيختار فدي حاجات كلها جامل عند ربنا فالقصة اللي حصلت دي حصلت بشكل مبالغ فيه وهو كان ليه رد فعل برضو يا كريم مش هقولك أنه هو سكت هو عمل إشارة يعني كانت بتوحي منه إلى أنه هبوط الفريق يعني في آلينسيا من دوري الدرجة التانية الإسباني والموضوع شعل الأكتر لأنه هو رد على الجماهير فالحكم أمر بترده لكن ده مش معناه أن الوقع اللي حصلت من الجماهير عادية وعدت لا طبعا عايز أقول لحضراتكو كان فيه بيانات مختلفة وكان فيه بيان من رئيس الفيفا تحديدا رئيس اتحاد الدولي لفيفا أنفانتينو هو قال تضامنه الكامل مع فينيسيس لا مكان للعنصرية في كورة القدم أو في المجتمع وفيفا بيدعم كل اللاعبين اللي وجهه وضعا مماثلا وحضراتكو أكيد عارفين إن ده تعرض لي أكتر من لاعب أكتر من لاعب سواء بقى عرب سواء دات البشرة السوداء وغيره وغيره حاجة طبعا غير مقبولة تماما عندك برضو بيان رسمي من ريال مدريد قال كده إنه بيشكر لاعبنا فينيسيس خصوصا بعد العديد من الحالات التضامن معه من جميع نجوم كورة القدم حول العالم يجب القضاء على الاعتداءات البغيدة والعنصرية في مجتمعاتنا إلى الأبد وهكذا تحدثت الشخصيات من جميع مناحي الحياة من مختلف المؤسسات الوطنية وغيره وغيره من التصريحة عايز أقولك نيمار عمل تصريح بيازر فيه برضو وفينيسيس ميبابي عمل تصريح رونالدو البرازيلي عمل تصريح كريم كلها كانت حاجات تضامنية مع فينيسيس ودد العنصرية اللي لسه منتشرة في دول أوروبية مفروض إن هي دول متحضرة ولكن واقع الأمر هو عكس ذلك تماما للأسف الشديد فشيء مؤسف إن احنا نشوفه لسه في مدرجات وفي بلاد مفروض متطورة ومتقدمة لما تدخلي على اليوتيوب حتشوفي كميات وافرة من الفيديوهات اللي ناس بتصورها لأحداث بتحصل في الحياة العادية في مترو في وسيلة مواصلات حتى في الشارع في أمريكا في كندا في استراليا في معظم الدول الأوروبية إلى يومنا هذا ما زالت العنصرية موجودة وبقوة وعنصرية لها تشكيل كده يعني لها أكتر من شكل كمان يعني في عنصرية ضد أصحاب البشرة السمراء عنصرية ضد الأسيويين عنصرية ضد كل من هو مختلف وفي ناس بتعبر عن عنصريتها بشكل فج الفيديوهات مالية الدنيا وده معناه أن احنا إلى يومنا هذا الظاهرة المؤسفة دي مشكلهاش في طريقها للاندثار بالعكس دي بتدعم أكتر وأكتر ومناسبة الواقع لأن هواند حكيت لحضراتكم عليها حتى وصلت مرحلة أن لولا دي سيلفا لو رئيس البرازيلي شخصيا أثناء وجوده في المؤتمر المعمول في هيروشيما الجي سيفن الدول السبعة العزمة قال كمان في المؤتمر صح في انتقد هذا الأمر وأبدأ اندهاشه من استمرارية وجود يعني هذه السلوكيات إلى يومنا هذا وطبعا مش لوحده اللي مندهش كلنا بنندهش الحقيقة لأن دي حاجة المفروض أن احنا نكون تخطناها من زمان لكن الحاصل أن المظاهرة المؤسفة دي ما زالت مستمرة وعندك حق إحنا عندنا في عالمنا العربي لو حنقارن اتضح أن احنا أقل من الغرب بكتير في هذا الإطار برضو يمكن عشان فيه وزع ديني عند البعض لكن الموضوع واخد أبعاد مخيفة جدا يا حضرات من هنا ظهرت حاجات أو حركات معينة أو منظمات مجتمع مدني ما وبقينا نسمع سلوجنز من عينة مثلا بلاك لايفز ماتر بعد طبعا وقعها حسرت قبل كده من الشرطة الأوليكية والموضوع ادعى بقى من خلال آلاف الوقعات اللي فيها عنصرية صريحة شيء بشع صحيح يعني نتمنى المشاهد دي تختفي تماما مش بس من الرياضة العالمية لا تختفي من حياتنا من الكوكب كله لأن ده شيء غير مقبول تماما وعلى النقيدة التانية بقى تلاقي فيه أفكار بيتم نشرها وفرضها عليك يعني مكلمنا فيها قبل كده فاللي هو فيه ايه يعني من باب أولى الواحد يمشي يعني يرفض العنصرية مش يفرد الأفكار الغريبة اللي هي ضد الطبيعة اللي احنا بنشوفها مؤخرا للأسف الشديد اشتركوا في القناة